صحيح ايمن الفرحة حلوة برضو انتصل الى البطولة رقم 12 واللي بعدك على طول يبقى حسام عشور ووائل جمعة ورامي ربيع هذا السلاسي كباتل النادي الاهلي 6 بطولات بعد كده يجي نادي الزمالك ونادي مازنبي بخمس بطولات يعني اكيد فرحة حلوة الحمد لله فعلا الحمد لله نعمة النادي الاهلي كان كابتن عصام الشوالي مرة زمان قالها اعتقد في مباراة كلوب امريكا او الهيه في كاس العنال انداء 2006 كان قال نعم ان تكون اهلاوي هي نعمة فاعتقد هي فعلا يعني احنا عايشين ايام جميلة جدا فعلا الجميل كمان ان فيه توقف دولي يمفيش مثلا ايه يومين وماتش يعني القضية احتفلنا بالقضية وتاني يوم تالت يوم كنا باللعب للتحاسي كداري في كاس مصر سيميفاينل مفيش حتى اه مساحة دخلت عطول قبل انهاء كاس مصر لكن المرة دي الدنيا مريحة معاك البطولة جاية فعلا بعد موسم يعني فترة من الموسم صعبة الاثناشر فكرة ان انت اربع بطولات في خمس سنين ده حاجة يعني حاجة صعبة جدا مش اي نادي في العالم ممكن يعمل انجاز زي ده فكرة ان المباراة كمان على استاد القاهرة في دور الجمهور الاهلاوي من سنين طويلة جمهور نادي الاهلي محتفلش ببطولة افريقيا او بطولة قرية على ملعبه يعني حتى 2014 الكنفدرالية و2013 كان ما قوليه العرب دوري ابطال افريقيا اخر ذكرى للجمهور في استاد القاهرة بحضور جمهور مع دوري ابطال افريقيا تنجم السحلي فحتى الناس كان زي ما لو تفتكر قبل المباراتين دول كنا بنتكلم على الموضوع ده فالناس عايزة تكسر كمان دي مباراة العرجون صحيح بالضبط مباراة العرجون فلا يعني هي ارقام وبطولات وتاريخ ان الناس حتى برا مصد يجي يقولك ريال مدريد افريقيا عشان المقارنة بفكرة ان ده متزعم القرية الاوروبية الاكبر في الكرة القدم وانت هنا في افريقيا النادي الاهليه وسيد القرية والبطل المتوج دايما فلا نهارده كل دي حاجات بتتحسب فعلا هي الكاس هي الرمز لكن اللي بيجي خلف بطولة افريقيا حاجات كتير جدا من بقى شوف بقى المكافئات المالية الرعايات بتشارك في الانتر كونتن انتر بتشارك كاس لعالم الاندية قصة كبيرة بتتفتح لك بمجرد ما بتكسب لقب دوري ابطال افريقيا ويعني اعتقد لا ان هنستعرض يا كابتن اسلام كده في الحلقة في حاجات النادي الاهلي عملها في اخر 24 سنة و 25 سنة ما اعتقدش ان في نادي يقدر يحققهم في 100 سنة فالنادي الاهلي فعلا بيتعب دايما اللي وراه فاذا كان المرة دي اللي هيتعب ورامي ربيعة فما فيش مشكلة لكن الخلف النادي الاهلي والناس الاندية اللي هي بعيد في افريقيا هتتعب كتير عشان حتى توصل نتكلم توصل لنص اللي حقا لنادي الاهلي لا ومشي الاندية بس كمان يا عامل ده دول يعني الاهلي بينافس دول دلوقتي الاهلي تعود ينافس اندية الاهلي بينافس دول يعني اللي تحتيف الترتيب في البفوز بالكاس دي دول ليه دول كاسبانك سواء بطولات مغرب سبعة ست بطولات كمس بطولات فتبت نفس الدول كمان الامر تخطى فكرة منافسة اندية شهيرة او اندية انت خطت معا منافسات مختلفة في عمرك كله لا ده الموضوع كمان تخطى المرحاق دي بكتير يعني اعتقد زي ما امام بيقول انه الكاس دي بمجرد ما انت حطتها هنا انت خلاص بتكتب حاجات كدير كل يوم فصل جديد من الحكاية بيكتب بسبب الكاس دي لو لا انت بخلتهاش او لو لا انها مش موجودة هنا كنت هتفقد حاجات كتير جدا اعتقد ان الالي كان احق بالكاس دي وعشان كده زي ما امام بيقول الفترة اللي جاي هكون فيها مناسبات سعيدة جدا النادي الالي ممكن اتضيف حاجة في الاسلام بالمناسبة برضو احنا منتكلم عن ريال مدريد يعني النهاردة النادي الالي في 2015 او 2014 كان عدى موضوع ميلا في موضوع الالقاب القرية اللي هي الجدل اللي كان على النادي الاكسر نجحا في العالم اللقب اللي كان شهير بنادي ميلا وقال احنا النادي الاكسر نجحا في العالم عشان احنا اكتر بطولات قرية فنادي الاهل لما تجاوز الامر ده وابتدى يستخدم شعار النادي الاكسر تتويجا في العالم ده عام الرواج وشعبية وامور تسوقية كبيرة ما فيش حد يهديك اللقب ده ده حاجة معنوية لها سيستم عرف كده زي ما بنقول في الكرة فالنادي الأهلي تجاوزوا عالميا فبرشلونا فلما كسب دوري أبطال أوروبا في سنة من السنين بعد كي كسب السوبر الأوروبي عمل بيان قال احنا بقينا النادي الأكثر نجاحا في أوروبا ويفصلنا لقب اللي هو كاس العام للأندية وقتها ونعادل النادي الأهلي كأكثر لأندية نجاحا في العالم بعشرين لقب وقتهم قال لك احنا عندنا تلاتة كاس معارض الناس بقيت تسأل ايه كاس المعارض ده ودخلنا في قصة كده لطيف طبعا ريال مدريد شرخ بعد كده بالبطولات تاعة أوروبا اللي بقوا ياخدها خمس بطولات وعندهم البطولة بتضرب في تلاتة لأن في سوبر وكاس عالم أندية فريال مدريد حاليا 29 النادي الأهلي الحمد لله 26 فأعتقد يعني أن معظم الأهلوية حتى لو بيحبوا ريال مدريد ممكن البطولة اللي جاية دي يقول لك ايه خليها لبروسيا دورتموند يمكن احنا ايه ربنا يكرم نكسب السوبر فنبقى تمنيه نقرب يعني الرابط فالموضوع ده دايما بيبقى حافز مهم جدا لأن اللقب ده لقب معنوي يعني مفيش حد يجي دي كاس اسمه كاس الأكثر تتويجا لكن هو عرف كده كان سائد في الكرة وأرقام أنت من خلالها قدرت لسنوات النادي الأهلي بيحط السلوجن بتاع الأكثر تتويجا في العالم صحيح ده مهم جدا فأتمنى أن الناس تدرك ده وهي بتتفرج عن هائل شامبينز ليج تحديدا تدرك الحتة دي ويقوله ايه مشي على بروسيا المراتي اشتركوا في القناة